تتواصل في مصر الاستعدادات التحضيرية لصدافة المؤتمر الدولي الثالثي والثلاثين للمجلس الأهل للشؤون الإسلامية والمقرر في الرابع والعشرين والخمس والعشرين من سبتمبر الجارية يتناول المؤتمر عدداً من المحاور منها صور الاكتهاد وضوابطه والمكتهدون ونماذج عصرية ملحة في المجالات المختلفة أمام ما تفرضه ضرورة العصر من الحاجة إلى الاكتهاد الجماعية أو المؤسسية وبناء وتكوين وإعداد وتأهيل العلماء جاء المؤتمر الصحفي التحضيرية في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية لاجتهاد ضرورة العصر الحياة فيها مستجدات ومتلاحقات وسيظل باب الاكتهاد مفتوحاً اليوم القيامة وأؤكد أن الله عز وجل لم يخص بالعلم ولا بالفقه ولا بالاكتهاد قوماً دون قوم ولا زماناً دون زمان فباب الاكتهاد مفتوح إلى قيام الساعة ومن ساعة ومعونة الشريعة الإسلامية التجدد وأهل العلم يؤكدون أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال وفي ضوء الحفاظ على السوابت الشريعية والمقاصد الشريعية الحاجة إلى الاكتهاد ملحة لكن أهل الاختصاص أهل الاكتهاد الحقيقيين من العلماء والفقهاء مع من يستعينون به من زوي التخصصات الأخرى مؤتمر المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية الثالث والثلاثون يتناول عدداً من المحاور منها صور الاكتهاد وضوابطه والمجتهدون وإعدادهم ونماذج عصرية ملحة في المجالات المختلفة لو توقفنا أمام مؤتمر الاكتهاد في هذا العام عند عنوان المؤتمر الحقيقة أنه عنوان مهم جداً هذا العنوان يضم بين جنباته الكثير من العنوين الأخرى والموضوعات والأبحاث التي ذكرها السيد وزير الأوقاف أيضاً أبحاث مهمة جداً في كل المجالات الحمد لله أنه بدأ العالم من جديد يشعر بأهمية دور مصر في هذا المجال بدأ العالم يتوفد من جديد مسؤولون وعلماء الدين وأيضاً كل رجال الدين كبار رجال الدين في العالم الإسلامي يفيدون من جديد إلى مصر المؤتمر ينعقد بحضور أكثر من مائة وزير ومفتي وعالم من خمس وخمسين دولة خلال يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من سبتمبر الجاري شيء 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 mình